قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون الكفار في كل وقت وفي كل عصر لا يرضون أبداً بأن يأخذ المؤمن المسلم حريته بطاعة ربه لأنهم يريدون أن يتسلطوا على الناس في المجتمع وعلى المؤمنين أيضاً فإذا أطاع الناس ربهم فعلى من يتسلطون ولذلك يحاولون أن يبعدوا الناس عن دينهم وعن إيمانهم الحق بالله بكل ما أوتوا من قوة ويذكر لنا القرآن مراحل متعددة من محاولة الكفار إبعاد الناس عن الدين وإيقاف الدعوة إلى الله المرحلة الأولى محاولة كبت الدعوة والقضاء عليها بمحاولة ثنيه صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في دعوته مقابل مال أوجه حيث عرضوا عليه فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد بما جئت به مالاً أعطيناك من مالنا حتى تصبح أكثرنا مالاً وإن كنت تريد جاهاً يعني سيادة وزعامة سودناك علينا يعني جعلناك سيدنا فلا نقضي أمراً إلا بك وإن كنت تريد زوجتاً زوجناك أحسن بلاتنا نقل خوات اللي بتريده فقال لعمه الذي جاء يفاوضه بما تقوله قريش قال اسمع يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أو أهلك دونه إذن رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض بأن يوقف دعوته ليعطوه مطالب دنيوية فهو لا يقصد الدنيا إنما يقصد توجيه الناس إلى ربهم وخالقهم حتى يتحرروا من العودية للمخلوق المرحلة الثانية المساومة على المتاركة والمداهنة يعني أن يتركوه ويتركهم كل فريق يرضى بما عنده هذا عندما بدأ الإسلام ينتشر فقال الله تعالى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ يعني تسايرهم في بعض الأمور ويسايرونك في بعض الأمور فهذه المسايرة يا إخواني خروج عن منهج الله وعبوذية للمخلوق أضرب لكم مثال كنا ندرس لا أدري يا أصلاف في ذاك الوقت الاتحاد السوفيتي لا أدري فعرض عليه صديق هناك أو يتعامل معه أن يعطيه زوجته قال يا أخي أعطيك زوجتي أياماً وتعطيني زوجتك ما المانع فترة وجيزة فقط قال رفض فكان يندد بهذا المسلم الذي رفض قال شوف ليش رفض شوف ذاك عنده أريحية فقلت له يا أخي هذا الذي يعطي زوجته وعرض أعطاء زوجته زوجته زانية فلا يهمها أن كانت تزني مرات ومرات وهذه المرة من الجملة أما المؤمن إذا سلم زوجته لرجل يزني بها كانت طاهرة شريفة فأصبحت زانية فلا يمكن المؤمن أن يفعل ذلك ولذلك عندما عرض الكفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد أصنابنا عاماً ونعبد إلها كعاماً أقول لك بعض الإنسان اللي عقله سخيف أو ضعيف أقول لك والله عرض جيد يعني يسيروه ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبيّن القرآن أن هذه المداهنة أي الملاينة ليست ملاينة إنما خرج عن الحق لأن محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عندما يعبدون الأصناب عاماً صاروا مشركين وأولئك عندما يعبدون الله عاماً بقوا مشركين لأن أصنابهم هي هي فليس هذا عرضاً وأنزل الله في ذلك قوله تعالى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ المرحلة الثالثة المساومة على شروط بطرد الفقراء عن مجارسه صلى الله عليه وسلم وهذه المرحلة لجأ إليها المشركون بعد أن ظهرت دعوة الحق واستقر الإسلام فأرادوا أن يجعلوا المسلم يبعد المؤمنين عنه ويبتعد عنهم وهؤلاء المؤمنون هم جنود الله هؤلاء المؤمنون هم الذين فيهم الخير فإذا طردهم معنى أنه عليه الصلاة والسلام تعد عن الخير ولذلك نزل قوله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتِ من صورة الكهف وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يقول الله تبارك وتعالى وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا من آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن واتبع ما فيه واتلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كُتَابِ رَبِّكَ لا يقدر أحد أن يبدل كلمات الله لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لا يمكن أن يغير أحد أوامر الله ونواهيه في هذا القرآن لأن الله تبارك وتعالى تكفل في حفظ القرآن وسترى البشرية جميعا في المستقبل وهذا يحصل الآن بوادره لن ترجع الإنسانية إلى الأمن والاستقرار والسعادة إلا بالرجوع إلى القرآن لن تهدأ البشرية ولن يتحقق لها الأمن والسلم إلا بالرجوع إلى أحكام القرآن الآن يجربون ويقولون سلم وأمن ومعاهدات دولية وكذا كلها باءت بالفشل لا يوجد أي أمن ولا سلم في العالم البشرية الآن تنزف دماؤها ويعتدي بعضها على بعض ويأكل القوي الضعيف أسوأ من الحيوانات المفترسة في غابة ولياذ بالله تعالى لا يمكن أن يصلوا إلى حقيقة الهدوء والسكينة والمعاملة الطيبة إلا بالإسلام ولا زال أعداء الإسلام من شرق أو غرب يصورون للناس في المجتمعات الإسلامية ويصورون لأذنابهم الذين يتبعونهم أنهم إن طبق القرآن ظلموا أو عزلوا بالعكس جرب العالم كل نظام شركيا كفريا من شياطين الإنس والجن فلم يتحقق له لا سعادة ولا هدوء أبدا أما في الإسلام فقد حصل سابقا وسيحصل بإذن الله عندما يستقر الإنسان في منطقة تستقر السعادة والهناءة للمسلمين وغير المسلمين لأن الإسلام منضبط وله قواعد إنسانية لا يمكن أن يخرج عنها الإنسان إذا كان مطيعا لله في كتاب ربه لأنه لا تتبدل كلمات الله ولا يستطيع المنافقون ولو فسروا القرآن في بعض الأحيان على غير حقيقته فلابد أن يظهر المعنى الصحيح في هذا القرآن لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدة لن تجد من دون الله الذي أنزل هذا القرآن ملجأا تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به ثم يأتي الدرس الثاني وهو معاملة الفقراء والضعفاء من المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويطيعون أمر الله فيقول سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اصبر احبس نفسك صابرا مع هؤلاء الذين يعبدون الله يدعون ربهم أي يعبدون ربهم من فقراء المسلمين والزمهم بالعناية والتربية والتعليم بالغداة والعشي الغداة ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبالعشي ما بين صلاة العصر إلى مروب الشمس يريدون بعبادتهم وجه الله هؤلاء هم المخلصون المتحررون من التبعية والخضوع لغير الله المتحررون من الخضوع والتبعية لأهوائهم وشهواتهم فلن يرتكبوا جراء ما يتسلطون فيها على البشرية وكل ما يفعلوه إنما هو دفاع عن الحق ودفاع عن أنفسه حتى يستكر الأمن والسلم في الأرض ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لا تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم لا تظن أن السعادة تحصل باتباع غير هؤلاء وأن تكون مع غير هؤلاء هؤلاء المؤمنون الذين يعبدون ربهم وحده لا شريك له هؤلاء فيهم الخير ولو كانوا فقراء فهؤلاء هم الذين يحققون الخير والسعادة في البشرية لا تصرف نظرك إلى الأغنياء وتظن أن هؤلاء هم أفضل وأحسن لا إن لم يكونوا مطيعين لله فليسوا بأفضل لا تصرف نفسك إلى أهل الدنيا إلى أهل السلاح إلى أهل القوة الذين يتسلطون على الناس هؤلاء وإن كنت إذا ذهبت إليهم تتحقق بصالح من التمتع بالدنيا ولكن تذهب الآخرة ولا تحصل شيئا عند ربك والتربية هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا هؤلاء الذين ليس لهم مساجد يسجدون فيها لله معروفين من هم هؤلاء الذين لا يدعون الله لا يعبدون الله هؤلاء الذين لهم مساجد وحسينيات ولكنهم يقولون يا حسين يا حسين بدلا أن يقول يا الله يا الله إنهم ربطوا أنفسهم وغفلوا عن الله ربطوا أنفسهم بغير الله وغفلوا عن ذكر الله حتى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعادل عنهم عندهم ذكر حسن أو حسين أو ما أشبه ذلك فهؤلاء غفلوا عن ذكر الله غفلوا عن لا إله إلا الله غفلوا عن الطاعة والدعوة إلى الله نسأل الله العافية وَلَا تُضْعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ كان له هوى ومصالح في اتباع هذا الأمر الذي يسير عليه وكان أمره فرطا صار جميع أحواله وأموره تجاوزا وضياعا وصارت أعماله ضياعا وهلاكا وابتعادا عن أمر الله تبارك وتعالى فالفرط الإفراط والتفريط أي التجاوز على الحدود تجاوز أو تقصير فكل تجاوز هو إفراط وكل تقصير هو تفريط وكان أمره فرطا إذن المؤمن يكون مع المؤمن أما إذا إن حاز لغير المؤمن لمن يعيش للدنيا ويموت للدنيا ويتعلق قلبه بالهوى ويتعلق قلبه بالشهوات ويفرط عن طاعة الله ويربط قلبه بغير الله بالمخلوق فهذا تجاوز حدود الله وأمره فرطا لا تعد عيناك عن المؤمنين الصالحين أهل السنة والجماعة وتكون مع الفرق الفاسدة البعيدة عن الله تبارك الله أحسن الخالقين نسأل الله تبارك وتعالى أن يدمر الظالمين وأن يحيي الإيمان في قلوب المؤمنين وأن يجمع شملهم وأن يجعلنا معهم دائما والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة